أنا بدي أرجع لعندك وبلشتي الحديث عن كل قضية أنك غيرت فكرة المجتمع في كل قضية تقبل فكرة التاتو بس قبل ما نتحدث كمان أنه أنت يعني اخترتي تخصص آخر تعليم بالإضافة إلى الرسم على الجسد اللي هو كان تصوير طبي اشتغلتي جمعتين وهربتي ما خدرت تصمدي طب هو اللي بكون بعالم الفن بدي فوت على هذا العالم أصلا احكيلي شوي عن هاي التجربة بكل قضية أنه تغيير فكرة المجتمع ونظرته للوشم على الجسد يمكن هاي كانت أكبر صعوبة إلي بأنه أواجه مجتمع أواجه أهلي والعيل القريب والبيئة المحيطة بالضبط بالبداية اللي ساعدني أني أنا أغير نظرة العالم لإلي هي وجود أهلي أمي وأبوي دائما حدي موجودين كانوا حدي بالمحال فكنت أحس أنه خلص تزبون لما بيجي بعطي احترام بي موجودين معك بالدوام موجودين معي كانوا بالمحال ببداية شغلي واو أوكي فإذا ما كانش أبوي تكون أمي فكان هذا الإشي أوكي هذا رد على المقل طبع أنه مش صبية لحالها مش صبية لحالها مش من هاي النظرة هني كنت أنا بدي هاي الدعم لأنه كنت كتير كنت كتير صغيرة لأنه أفتح محله أحكي مع عالم وأواجه ناس فأديك خبرة بالضبط فوجودين حدي زاد احترام لزبون لما بيجي عندي بطلت أحس أنه بطلت أحس أنه لا أنه هاي الصبية لو تشتغل خلاص إحنا جايين هيك حلو وكمان كان عندك يعني نمط خاص بالتعامل مع كل قضية فكرة الرسم الرسم على الجسد نزبوط الهدف كان بالبداية أنه أوصل للناس أنه الواشم هو جاي من معنى وقصة أو من أي شيء أنتو مرأتو فيه يعني لكل تفصيلي بالحقيقة في معنى طبعا فاليوم أنا بستقبلش مثلا زبون إذا فيش معنى من وراء تتول جاي سوي هلو كيف وصلتي لهذه المرحلة يعني مش سهل أبدا يعني إنك إنك تجي وتقعد مع الزبون بدك تناقشه بدك تروح تفكر يعني عمل فني بكل حذفيره مش سهل مش سهل أبدا لدرجي اليوم إنه منشوف على صفحة رانا كل الوقت قصص وكان فيه دايما منشوف الصورة منشوف معلومات تحتها لدرجي كمان فيه يعني لحظات ليهي كثير يعني سيئة في حياة ناس منشوفها على صفحتك وبتاخد تعاطف جدا كبير يمكن هذا اللي زاد زاد من إنه المجتمع ينزل للموضوع بطريقة تاني لما أنا بلشت أنزل قصة كل تتوت تحت البوست وأحكي لهم إنه لكل تفصيل صغير حتى لكل نقطة كانت تندق كان يكون فيه معنى للشخص فهون العالم لما صارت تيجي عندي دايما تيجي مع قصة تيجي مع معنى بدنا فكرة خاصة إلنا لأنه كل واحد هو شخصيته كل واحد وهذا بدون أدن شك غير مفهوم وهذا اللي بلش يغير مفهوم المجتمع على موضوع التتوت